بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد إزايكو سنقول عاملين إيه يا رب كلكم تكونوا بخير يا حبيبي النهاردة إن شاء الله هنحل مع بعض أسئلة الدرس الأول في يونت 11 طبعا يونت 11 دي الوحدة التانية بالنسبة للترم التاني شرحنا أول درس في يونت 11 والنهاردة إن شاء الله هنحل كل الأسئلة اللي جات على الدرس الأول في الكتاب وقبل ما نبدأ في الحل ما تنسوش تشاركوا في القناة وتضغطوا على علامة لايك وتفعلوا زر الجرس ليوسلكوا إشعار بأي درس جديد أنا بنزله ونبدأ على طول يا حبيبي ونقول بسم الله الرحمن الرحيم أول سؤال عندي بقول لي listen and number listen and number يعني إيه؟ يعني السمع ورقم طبعا جيب لي مجموعة من الكلمات ومجموعة من الصور أنا بشوف الكلمة اللي بتدل على الصورة وبكتب رقم الكلمة في المربع لجنب الصورة بمعنى طبعا الكتاب بحل مثال على كل سؤال هنا طبعا كده الصورة دي يا حبيبي بتدل إن الجو مشمس وإحنا قلنا مشمس يعني إيه؟ sunny sunny number 6 هنكتب في المربع اللي جنب الصورة number 6 زي كده طيب كده الجو إيه؟ كلاودي طبعا أنا قلتلكم قبل كده وإنتوا بتحفظوا الكلمات لازم تاخدوا بالكم من الصورة لفوق الكلمة علشان الصورة تعبر عن الصورة يا حبيبي تعبر عن الكلمة فلازم ناخد بالنا من كل صورة فوق الكلمة طبعا إحنا وإحنا بنحفظ الكلمات شفنا الصورة دي يا حبيبي وكان تحتها كلمة إيه؟ كلاودي كده الجو إيه؟ ملبط بالصحب والغيوم طيب فين كلمة كلاودي في الكلمات؟ برافو نمبر سري يعني رقم تلاتة هنكتب نمبر سري في المربع اللي جنب الصورة طيب كده الجو إيه حبيبي؟ في أمطار يبقى كده الجو إيه؟ ممطر وإحنا قلنا ممطر يعني إيه؟ ريني نمبر فور هنكتب في المربع اللي جنب الصورة اللي فيها الجو بمطر نمبر فور يعني الجو ممطر ريني نمبر فور هنكتب في المربع نمبر فور كده الجو عاصف عاصف يعني ايه فين كلمة ويندي هنكتب في المربع كده الجو برد بحنا قولنا برد يعني ايه نمر 1 هنكتب في المربع نمر 1 كده يا حبيبي الجو ايه حر هت فين هت هنكتب في المربع يعني ايه الجو ايه حر بعد كده بقول لي ايه بقول لي read and match يعني اقرأ ووصل بنقرأ الجملة وبنشوف الصورة اللي تعبر عن الجملة وبنوصلهم ببعض اول جملة it's hot it's hot يعني ايه يعني الجو حر فين الصورة اللي بتدول ان الجو حر برافو طبعا الكتاب بحل اول مثال هنا طبعا الورد اللي في الصورة ده بخفف على نفسه في الملابس معنى كده ان الجو ايه حر يبقى هنوصل it's hot بايه بالصورة اللي فيها الولد يرتدي ملابس ايه حبابي صيفي طيب هنا it's sunny الجو ايه مشمس طيب هندور على الصورة اللي فيها الشمس طلعة برافو هي ليه حبابي هنا طبعا في صورة الشمس وطبعا الولد هنا ايه حران شكله حران وبرده يرتدي ملابس ايه صيفي ولابس كاب علشان الشمس يبقى اكيد هنوصل it's sunny بالصورة دي يا حبابي طيب it's rainy يعني الجو ايه ممتر it's rainy ممتر يعني فيه امطار فين الصورة اللي الجو ممتر فيها برافو فيها بنت لابسة جاكل وطبعا معها ايه شمسية من المطر يبقى اكيد كده الجو ايه ممتر وشكل الامطار نزل يا حبابي يبقى هنوصل it's rainy بالصورة دي اخر جملة معنا it's cold يعني الجو برد طبعا هنا البنت ديت بردانة وطبعا متقلة على نفسها ترتدي ملابس كتير يبقى كده هي بردانة كده الجو برد it's hot يعني الجو ايه برد هنوصل it's cold بصورة دي يا حبابي it's cold بصورة دي كده الجو بيه يا حبابي برد يبقى هنوصل it's cold بصورة دي يا حبابي طيب بعد كده هم ويرك فينا طبعا زي ما قلتلكم قبل كده بنكتب بكل كلمة تحتها بخط كويس بنكتب يا حبابي بكل كلمة تحتها بخط كويس اول حاجة خطنا بيتحسن تاني حاجة من كترة قرار كتابة الكلمة واحنا طبعا بنكتب الكلمة بنفضل بنردد في الكلمة نطق وسبلنج مع كترة اقرار كتابة الكلمة واحنا بنكرر في الكلمة نطق وسبلنج بنحفظها بكل سهولة يبقى بنكتب كل كلمة تحتها بخط كويس واحنا بنكتب الكلمة نفضل نكرر فيها نطق وسبلنج بعد بقول لي ايه بقول لي match and say يعني صل وقولي الكلمات وانت بتوصل اول كلمة معانا صني صني يعني ايه مشمس نشوف الصورة اللي الجو مشمس فيها لتر سي كده الجو ايه يا حبابي مشمس يبقى صني هنوصلها بليتر سي تاني كلمة كلاودي يعني ايه يعني ملبت بالسحب والغيوم لتر بي هنوصل كلاودي بليتر بي تالت كلمة ويندي يعني عاصف او كسير الرياح يعني فيه هوا كتير يبقى هنوصل كلمة ويندي بليتر اي رابع كلمة ريني ريني يعني ممطر يعني فيه امطار يبقى هنوصل ريني بليتر ايه كولد يعني ايه يعني بردانة او بارد هنا البنت بردانة واللبسة ملابس كتير يبقى هنوصل كولد بليتر دي بعد كده بقول لي look and circle يعني انصر وضع دائرة هنشوف شكل الصورة والكلمة اللي تعبر عن الصورة وبنمال علىها circle دائرة كده البولد ايه حبابي حران ولا بردان اكيد حران يبقى هنعمل head هنعمل circle على كلمة head هنا كده الجو ايه ممطر كده الجو يا حبابي ريني فين كلمة ريني الكلمة الاولى هنعمل circle على ريني كده الجو ايه مشمس صورة الشمس موجودة يبقى كده الجو ايه مشمس هنعمل سيركل على كلمة صاني يعني الجو مشمس كده ايه حبابي الجو ملبت بالصحب والغيوم يعني كلاودي هنعمل سيركل على كلمة كلاودي دي شمسية شمسية يعني أمبرلا هنعمل سيركل على كلمة ايه؟ أمبرلا كده الجو عاصف عاصف يعني ايه؟ ويندي هنعمل سيركل على كلمة ويندي بعد كده بقول لي ايه؟ أنسكريب والأندريت الانسكريب والاندرايت يعني قاعد ترتيب الحروف فاكتب الكلمة بيجيب لي كلمة حروفها مثل اخبطة كلمة يا حبايبي حروفها ايه؟ مثل اخبطة وبيجيب لي شكل الصورة اللي بيدل على الكلمة يعني كده الجو ايه عاصف دي كده كلمة عاصف بس حروفها ايه مثل اخبطة وإحنا قلنا عاصف يعني ويندي يبقى عارة طولها هنعمل ايه؟ هنرتب الحروف ويندي دابلو اي ان دي واي دابلو اي ان دي واي تاني صورة معنا كده البنت بردانا بردانا يعني cold cold c-o-ld هردت بالحروف يبقى c-o-ld تالت صورة معنا كده الجو ملبت بالسحب والغيوم يعني كلاودي c-o-u-d-y رابع صورة الولد ده حران حران يعني ايه حبيبي h-o-t كده الجو مشمس مشمس يعني ايه sunny s-u-n-n-y بردت بالحروف آخر صورة معنا في أمطار يبقى الجو ممطر يبقى كلمة ريني r-a-i-n-y آخر سؤال معنا بقول لي look and write يعني أنزل وأكتب طبعا هنا أربع كلمات وأربع جمل كل جملة نقصة كلمة أنا من خلال الصورة بشوف الكلمة اللي نقصة في الجملة وبردتبها كل جملة يا حبيبي نقصة كلمة أنا من خلال الصورة بعرف ايه الكلمة اللي نقصها وبكملها من فوق بختار الكلمة المناسبة من فوق هنا طبعا أول واحد بقول لي x-hut يعني ايه يعني الجو حر الصورة دي تعبر ان الجو ايه حر هنا في شمس يبقى x-a-i sunny الجو ايه مشمس أختار كلمة sunny واكتبها في النقط وعمل عليها ايه طبعا بنعمل عليها خط كده يا حبيبي علشان طبعا ما ينفعش نختارها تاني يبقى صاني ثالث جملة x-a كده الجو ممتر rainy فين كلمة rainy دي يا حبيبي هنكتب rainy في النقط آخر جملة معنا البنت بردانة x-a cold يبقى هنكتب في النقط x-cold وبكرة يا حبيبي نكون انتهينا من حل أسئلة الدرس الأول في يونت 11 متنسوش تشاركوا في القناة وتضغطوا على علامة لايك وتفعلوا زر الجرس ليفسلكوا كل جديد وأسابكم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته